وتدامنا مع قرب شهر رمضان المبارك والتغلب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق أكد مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بصلاح الدين حسين محمود عواد الاستعداد لتوزيع السلة الرمضانية الخاصة بالشهر الفضيل مع توزيع 350 سلة ضمن مشمولي شبكة الرعاية الاجتماعية بالمحافظة شركة عامة جارة المواد الغذائية في صلاح الدين على تم الاستعداد للمباشرة بتجهيز السلة الرمضانية التي تشمل مادة العدس ومادة الحمص ومادة الزيت ومادة المجون ومادة الرز والسكر أيضا سلة رمضانية متكاملة بالإضافة إلى المواد الخاصة بشهر رمضان مادة الطحين الصفر ومادة النشا ومادة الماكرونية ومادة الشعرية أيضا هي ضمن السلة الرمضانية بالإضافة إلى ذلك سلة خاصة في شهر رمضان للمشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الذي يبلغ عددهم 350 ألف مواطن هم المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية